يقول هو صاحب ورشة للف المحركات والأدوات المنزلية إلى غير ذلك وتوجد لديه أجهزة للبعض لا يعرف أصحابها ولا يوجد عليه اسم صاحبه والبعض يعني لا يعرف يعني ملامحه وربما أشياء من سنوات طوال سبع سنوات أو أكثر فماذا أفعل في هذه المعضلة إذن نحتاط لأنفسنا أقول هذا لأصحاب الورش للصيانة ولغيرها أنه ضرورة كتابة أسماء الأشخاص على مكان بارز بالمارك بالبلاستر بأي وسيلة من الوسائل وأسجل ذلك الأمر عندي ده في المستقبل طيب الأشياء دي ركنت وتركت لمدة طويلة فماذا أفعل حتى أتحرد دقة في المسألة إذا كانت تلك الأشياء لا فائدة ترجى منها بسجل عندي تلك الأصناف وأشوف بيعتي كل صنف بكام من اللي مرت عليها سنوات طوال حيدي لي سين من الناس ده كلية كذا بأمر في الدفتر اللي أنا سجلت فيه المبيعات الحاجة دي ظلت عندي وتم بيعوها بتاريخ كذا لأنها موجودة عندي من سنوات وده تمنها بعتها بعشرة بعتها بخمسة بعتها بثلاثة فلوسك هي هو دا الأمر بس أخشى ما أخشى إن محد يقول لك لا دا دي تمنها غالي وأنا أريد ذلك الأمر حتقول لك المتين اتنين أنا عايز منك تمن أرضية لأنك رحت وقلت لك تعالى لي بعد أسبوع ما جدتش بعد سنوات أود الحاجة دي فين ببساطة كده فده حل والله تعالى أعلى وأعلم شكرا